في تغريدة على صفحته بتويتر حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رد قادم على هجوم كيموي محتمل في سوريا وقال إن صواريخ جديدة وذكية قادمة مهاجما موسكو لدعمها الرئيس بشار الأسد تغريدة ترامب جاءت ردا على تحذير روسيا من أن أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها غير مستبعد أن تكون ضربة محدودة يعني أنا لا أستبعد ذلك حتى يعني أيضا ما تقول إدارة الأمريكية بأنها تراجعت عن كلامها أو ما صرحت به من جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن الضربة الصاروخية الأمريكية المحتملة ربما تكون محاولة لتدمير أدلة على الهجوم الكيموي في مدينة دوم السورية فيما تنفيذ دمشق وموسكو مسؤوليتهم عن الهجوم هجوم راح ضحيته 43 شخصا جراء تعرض لكيمويات سامة حسب منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها بشأن ما توصلت إليه من تقارير تفيد باستخدام مواد كيميائية داخل دومة في الغوطة الشرقية لقد توصلنا بتقارير من طرف شركائنا في مجال الصحة حول أكثر من 500 شخص تقدموا إلى المراكز الصحية يوم السبت تظهر عليهم أعراض شبيهة بالتعرض لمخاطر مواد كيميائية وفي الوقت الذي قال فيه سفير روسيا لدى لبنان إنه يتعين تجنب أي أعمال عدائية مع واشنطن مشيرا إلى استعداد موسكو للتفاوض تفتح تهديدات ترامب باب التكهنات حول طريقة وحجم الرد الأمريكي على هجوم دومة